موسيقى النشرة المحلية من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاثقية أهلا بكم والبداية من العناوي موسيقى مناقشة واقع العملية التربوية وبحث آليات تطويرها التعليم المهني ووارد الطلاب للدخول إلى سوق العمل ندوى وعرض مسرحي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الجو غائم جزئيا وماطر على المناطق الساحلية والداخلية موسيقى ناقش وزير التربية واقع التربية مع الكوادر التعليمية والإدارية في المحافظة بأفكار واروءة وطروحات لتطوير القوانين التي تصب في مصلحة سير العملية التربوية بالشكل الأمثل موسيقى موسيقى هي زيارة من الزيارات الدورية لمديريات التربية كنا الأسبوع الماضي بحمص وحمى وحلب وإدلب والحقيقة اليوم زرنا طرطوس واللادئية والمحافظات التالية جاية إن شاء الله خلال فترة قريبة التربويين عندهم دائماً اقتراحات هالاقتراحات كتير مهمة في صنع القرار التربوي وأنا محتاج يعني أسمع من الكل وأعمل مثل ما بيقولوا هيك دراسة متأنية لكل شيء عم نسمعه نهزم من خلال هالاقتراحات الموجودة إنه نصنع قرار مهم وبالتالي كل الاقتراحات اللي عم تطلع من وزار التربية هي مبنية على استشارات وهالاستشارات بالرغم من إنه لسا ما وصلنا لنعمل المجلس التربوي اللي هو أحد أهم مقترحاتنا في قانون إحداث الوزارة لكن مع ذلك لم نأخذ قرار بشكل فردي كان عبارة عن اجتماع مع تربويين وحاولنا كتير ندرس كل قرار بتفاصيله في بعض القرارات يلي ممكن كلها هي جوانب سلبية ما فيك تعرفية إلا من خلال استماع للناس اللي هنين بالحق المتلا ما بيقولوا وبالتالي عم بسمع أنا كل مرة فيه تعقيب على أي قرار مناخده ونحاول إصحاحه أو تصليحه بطريقة أو بأخرى فأحياناً لحنا منصدر قرار بعد ما بتسمع أنت ممكن أنت شوي تعمله هيكي فلتريشن مثل ما بيقولوا أو ترشيئة تصفية لحتى توصل للقرار الأصح بتمنى أنا فعلاً يعني نكون لحنا عند حسن الظن بنا كوزارة تربية ولحنا دافعنا الأول والأخير إعادة الألق للعملية التربوية وإن شاء الله إيدنا بإيد بالرغم من هذه الصعوبات اللي عم نعاني منا لكن الدولة ككل هي وعم تعطينا دفع لنشتغل بالعملية التربوية بطريقة صحيحة اليوم شرفنا سيد الوزير بالزيارة الثانية إلود زيارة الأولى كانت عند استتاح العام من انطلاق العام الدراسي كان من محافظة اللازقية وهي زيارة الثانية هي لقاء حوار مع الكادر التدريسي والكادر التربوي في الإدارة والتربوي والتوجيه الاختصاصي وهو حوار ونقاش حول آلية والتطوير العملية التعليمية والتربوية ونعد السيد الوزير بكل ما تم تداوله سيكون أنه عنوان لما حطة عمل وعنوان لعمل مقبل في الأيام القادمة وهو كله يصب في تطوير العملية التعليمية والتدريسية في المحافظة تعد ثانوية الشهيد فاطر الهاشم المهنية في اللازقية تجربة رائدة في تدريب الطلاب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل المدرسة نحن في ثلاث أقصى في عنا قسم التجهيزات الطبية في عنا قسم تقنيات الحاسوب في عنا قسم فنو طابع الاختصاص الخياطة بشكل عام التعليم المهني صار يعتبر هلا من الأفضل من التعليم العام خلينا نقول بداية أنه كقبول من الطلاب صاروا عم يتقبلوا للتعليم المهني بشكل أكبر كنسبة في عنا نسبة تقريبا 75% من الطلاب مقبولين عام صاروا عم يلجأوا للمهني أولا لأنه بيربط تعليم النظري مع التعليم العملي وبيساعد الطالب لعفهم المواد والاختصاصات اللي عم يأخذها بشكل أكبر وبيساعده كمان ليكون فعال بسوق العمل مقسم عنا مجهز بكل الأجهزة اللازمة والمعدات الطبية كأنه مشفى كامل طبعا أهم الأجهزة الموجودة عنا هو كرسي الأسنان، حاضنة المواليد، أجهزة تعقيم تشمل الغاز والبلازمة وتعقيم الرطب وتعقيم الجافر بالإضافة للأجهزة الأخرى مثل جهاز تخطيط القلب، جهاز صدمة الكهربائية، جهاز قياس ضغط الدم جهاز مسفلة، جهاز حمام المائي بالإضافة كمان لملحقات مثل الأجهزة الخاصة بالأطراف الصناعية أو الأشكال الأطراف الصناعية وفي أننا مواد مهمة جدا من القسم عم يأخذها الطالب بصفة 11 والبكالوريا هي أعماد لمهنته بالمستقبل المدرسة المهنية بتوفر كتير مجالات حلوية للطالب، طبعاً الأهل بيجوز بيكونوا غافلين عنها بيلجأوا لأفرع العلمي والأدبي علماً هي بتكون مجال كتير حلو للفتاة في حال ما حبت التابع، إنه في مجال ممكن تخيط إلى الأولادة تصنع سواء قطع تطريز أو خياطة، تفيد بيتها يعني أنا بحكت حب مجال الطب، وسمعت عن التجهيزات الطبية، وحبت أني أدخل فيها وهذا المجال كتير حلو وممتع يعني، والمدرسة كتير فيها تجهيزات حلوة ويعني عم يقدمونا كتير، وعم نشتغل بإيدنا يعني مهنة الفينول مهمة وحلوة كتير وممتعة، وعلمتني كتير أشياء حلوة مفيدة بتفيدني بالحياة واخترت هذا المجال لأنه أنا كتير بحب أنه يصير بمصممة أزياء بدخلت قسم التقنيات الحاسوب عن رغبة وعن الطمع بالمستقبل اللي له وعن أنه نحن متخرج منه ويكون لنا مستقبل ومهنة بإيدنا قادرين نشتغل فيها بحياة العملية شجع كل الطلاب يرفوتوا على هك فرع كتير وكويس ويأمن المستقبل للطلاب وكتير ممكن العالم تستفد من البيحارة بالنهاية البطالة وهذه الشيء أقامت مؤسسة بصمة سوريا ندوة وعرضا مسرحيا بعنوان تحت الضوء في اللاذقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي كانت إضاءة صغيرة من موضوع بسيط لحتى نوسع الدائرة لحتى نفتح هنا لحتى نكون أول خطوة أن نحن نمشي على طريق القضاء على العنف إقامة دائما هكذا الندوات سواء في المراكز الثقافية أو في المدارس أو في الأماكن العامة لتزيد الوعي بهذا النوع من العنف ولنبقى دائما وايضا اقترحنا أيضا سن القوانين تكون أكثر سرامة بناحية مناخضة العنف أي حالة عنف تقود إلى جريمي لذلك التوعي في هذا المجال مهم جدا لمنع وقوع الجريمي والوقاية من الجريمي وهو هدف كل ندوي حبينا اليوم من خلال هذه الفعالية نعمل إحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع هذا العنف اللي دائما بيسبب دمار للمجتمع وبيخلق لنا مجرمين بهذا المجتمع فنحنا اليوم حبينا نتباحث ونعمل دور توعوي مع أهل الخبرة والاختصاص ساوينا هيك ورشة عمل بسيطة ممدتها شي تقريبا أسبوع أسبوع وشوي حتى طلعنا بهذا الانتاج يلي له علاقة بمكافحة أو مناهضة العنف ضد المرأة والعنف النوعي بحد ذاته هدفنا نحنا نفرج العالم هي أنواع العنف اللي حاليا نحنا عم نعاني منه وإن شاء الله تكون وسط رسالتنا والموضوع كان كتير سريع وحلو وإن شاء الله يكون مهلوم المرأة إلى حق طبيعي ما لازم نحنا نقزم من دور هذه المرأة المرأة بالنهاية هي كائن طبيعي إلى حقوقها وإلى واسباتها وحرياتها ولازم تعيش مثلها مثل الرجل وبالنهاية نحنا بمجتمع متطور متحدث لازم نفهم هذه النقطة فما لازم بقى نضلع المعتقدات القديمة وبالنهاية لازم نعيش للتطورات والأحداث الجديدة عن واكبة هلها قدمنا هالشي لنوصل فكرة للناس أنه المرأة مساوية للرجل حقوق وواجبات نيناتهم مثل بعض ما لازم أبدا نفرق ونحنا عم نشهده عرض الواقع وللأسف نحنا عم نضل ساكتين على هذا العنف بتمنى التوعي من الجميع بتمنى أنه نطلع ونكون عم حط النظر من هذا الشيء اللي شفناه اليوم تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم ماطر على المنطقة الساحلية مع أجواء سديمية مغبرة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة مع هبات شديدة وخاصة في المناطق الساحلية والبحر علي ارتفاع الموجة ترجمة نانسي قنقر هذا كان كل شيء من أخبارنا المحلية لهذا اليوم شكرا للمتابعة إلى اللقاء